موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نبلش بكيميكال رياكشن انجينيرينج المادة صراحة مش سهلة لازم يكون عندك فهم للمادة أكثر من يحفظ المادة إذا مش هنا فيها شوي شوي نحاول نفهمها سواء لان انا باخذ معكم المادة وبحاول افهم قدر الامكان فخلينا نشوف عن شو بتحكي المادة عن ايش الموضيع اللي بتحكي فيها طبعا من كلمة كيميكال رياكشن معناته راح تكون فيه سلسلة من التفاعلات جوا سيستم يعني مثلا ممكن عندك انت مصنع شو العمليات اللي بتصير جوا الماكينات مثلا عندك زي الرياكتور مثلا ايش بصير جوااته من كيميكال رياكشنز و فيزيكال تريتمينت و هاي الشغلات طيب مبدئيا بحكي لك انه يعني انا بالعادة معظم البروستس يعني او البروستس اللي احنا نتعامل معهم يعني معظمها هوا التيبيكال كيميكال بروستسس بنجيب احنا مواد خام تمام بندخلها بنعمل لها فيزيكال تريتمينت طبع الفيزيكال تريتمينت مش داخل يعني هذا الكتاب بحكي عن كيميكال تريتمينت بس في فرق بين بالعادة الفيزيكال بيهتم بطبيعة المادة مثلا التكتلات تعون المادة المادة كانت صلبة سائلة و هكذا يعني بعمل لها تريتمينت مثلا اذا كان فيه تكتلات كتير احنا بنحاول انه نخفف من هاي التكتلات اه الدينسيتي الامور هاي يعني تمام الفوليوم تاع المواد الموجودة معي اه بعد ما احنا نخلص الفيزيكال تريتمينت احنا ندخل على اشي اسمه كيميكال تريتمينت الكيميكال تريتمينت انت لما احكيلك كيميكال يعني بدك تفهم انه بصير في عندك تفاعل تمام بيغير مثلا من شكري المادة اه انت بتضيف مثلا من المواد تفاعل مع بعضها انت اكسجين عندك هايدروجان بتعاملها مثلا بتفاعلها مع بعض Zone مثلا اوكي وهكذا يعني انا مثلا عطينا بجلس غازات بتفاعلها مع بعض On Screen معظم البروصو اللي انا بتعامل معهم اول اجي بإمكاننا بنطن على الكميكال بعد ما الكميكال تريتمنت لا يكون عندك 100% نقاوة بالأجهر الذي تطلع معك ونعمله أجهر ثم تلقي حتى ان تلاحظ انه المكتوب ونقاوة ثم كيميكال ثم ونقاوة الثميكال الثميكال ثم الآن القاوة التي تطلعهم معي أنا بأسطل له ه念د حسب النقاوة الحيني أو الكلة التي انا بديها صح أو لا مثلاً أنت بدك تنقية مياه المجاري نقية الماء تمام؟ هسا أنت بدك تتخلص من المواد العضوية الموجودة جوال الماء حلو؟ هسا مجرد أن هذه الماء طلعت لنفترض أنه كان في عندك نسبة بيسيدي لسه في عندك مثلا أنت نقية 90% من المادة حلو؟ أنت نقية 90% من المادة يظل عندك كمان 10% مواد عضوية جوال الماء هاي أنت المواد ما بدك إياها فأيش بتعمل؟ بتعمل ريسايكل يعني بترجع بتدخلها كمان مرة على الفيزيكال تريتمنت تمام؟ وبتعمل لها مرة كمان مرة كميكال تريتمنت عشان إيش؟ تكون 100% شو؟ أمورك تمام؟ لأنه يعني مستحيل أنك تقدر ما في عندك بروسس بيكون 100% نقاوته يعني مستحيل أنه مرة واحدة أنت تتنقي مثلا المي لازم تعملها فلترة 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 عشان أمورها تكون إيش؟ 100% تمام مثلا ونرجع نستخدم هاي المي أوكي؟ طبعا طبعا أنا مثال المي أعطيته هيك مثال يعني في عندك كثير أمثلة أوكي؟ طيب هل سمثلا أنا في عندي رياكتور تمام؟ مفاعل لازم تفهم أنه أنا اللي بيهمني اللي بيهمني أو الانفورميشن يعني المعلومات اللي أنا بتهمني جول رياكتور هي شغلتين اللي هي الكنتاكتنج باتن تمام؟ والكينيتكس طيب شو يعني الكنتاكتنج باتن؟ بحكي لك كيف المواد بتلامس بعضها؟ كيف أول ما تفوت انت المواد كيف متى بتتفاعل متى بتنخلط قداش تقعد عمال ما تنخلط أو عفوا مش قداش تقعد لانه قداش تقعد هاي الكينيتكس بسيبونا منها شوي كيف المواد بتلامس بعضها؟ يعني هال المواد مثلا بتنخلط بسرعة بطو تكتلات تقعونها أو تكتلات تقعونها يعني البيض مثلا عندك صوليد مثلا كان صوليد مثلا بعد انصار ليكويد وهكذا يعني تمام؟ بحكي لك مثلا بايته بايتهر في نييتشر بعض المواد تقعونها متى كثير متكتلة مثلا يعني هزا انت جوا الرياكتور مثلا ما تدخل شغلات معينة زي صوليد مثلا او مثلا في عندك ليكويدس مثلا ممكن نشوفه بسرعة يعني انت بدك تعرف شو طبيعة المواد اللي انا قاعد بحطه جوا الرياكتور اللي عندي اوكي فر انسانس صوليدس او نون كويلشينج يعني مثلا في عندك مثلا اذا في في عندك مواد مثلا تكون تختلف بالدنسيتي ممكن انه هاي مثلا ما تنخلط مع بعض مثلا تمام فهذا هو الكنتاكتنج باترن يعني ايش طبيعة المواد اللي انا قاعد بحطها كيف تت كيف تنعمل لها ميكس كيف طبيعتها واكذا يعني هاي من المعلومات اللي انا لازم تكون موجودين دي ودهن بحكي لك الكانيتكس شو يعني كانيتكس من كلمة كانيتكس او انتو ماذلا يعني كانيتك بالعادة هي مربوطة بسرعة تمام كانيتك بالعادة مربوطة بسرعة شناكو بحكي لك كانيتكس أو كيف تنعمل بسرعة يعني كدش السرعة اللي بتتم فيها اللي بتتم فيها الامور جوه الرياكتور يعني بحكي لك if very fast then equilibrium tells what will leave the reactor يعني اذا الامور بتتم بشكل سريع الإكوليبريوم اللي هو اللي شو اسمه التوازن يعني بحكي لي شو بطلع من الرياكتور if not so fast then the rate of chemical reaction and maybe heat and mass transfer to will determine what will happen طيب بس انت ما في داع ندخل بصلب الموضوع يعني تمام بس انه بيهمك انه اكثر اشي يعني هيك بنقدر تلخص الامور كونتاكتنج باتن يعني كيف الامور كيف المواد اللي بتدخل على الرياكتور مثلا كيف الميكس كيف الطبيعة تعتها كيف الى اخره والكينتكس اللي هي السرعة اللي بتتم فيها العمليات جوها بالرياكتور تمام اللي هم الكنتاكتنج باتن والكينتكس تمام طيب عشان انا اعرف عشان انا اعرف ايش طبيعة المواد اللي رح تطلع عندي تمام لازم يكون في عندك زي معادلة كيف هاي المعادلة احنا ملنا نلخصها بتقدر تلخصها بانك تحكي الـ output بساوي F يعني انت زي كنك تعمل معادلة يعني مثلا Y بتساوي مثلا F الـ X اوكي Y بتساوي F الـ X ايش الـ X ايش الـ X ايش اللي بهمني انا جوها عشان اطلع عندي معادلة او product منيح ايش انا بهمني بهمني انه يكون عندي الـ input لازم اكون عارف الـ input شو هو الـ input اللي انا قاعد باقطه شو هو الـ kinetics كيف رح تكون جوها هذا الـ input تمام كيف رح تكون السرعة اللي بتتم فيها الامور و الـ contacting كيف السهولة اللي بترتبط في هالمواد مظهر اوكي وهاي بنسميها الـ performance equation اوكي لماذا هذا مهم جدا؟ بكوه مع هذه المعادلة نستطيع تقارن مختلفة و الـ conditions يعني انت من خلال هاي المعادلة بتقدر تقارن بين اكثر من الـ reactor ماذا هذا الـ reactor كويس هذا الـ reactor مش كويس و الـ designs يعني الـ conditions find which is best and then scale up to larger units يعني احنا بنعمله على شكل بسيط بنشوف مثلا يعني انت بتعمل زي سامبل بتشوف مثلا انه الـ input و الـ kinetics و الـ contacting pattern بنشوف اذا الامور مية بالمية بعدين بنعملها at larger units اوكي we can scale up يعني بنكبر الموضوع بنعمله بنعمل الـ reactor مثلا كبير وبنطبق عليه هاي الامور كله هذا اوكي تمام classification of reactions في عدنا نوعين من الـ systems اللي هما الـ homogenes الـ heterogenes اوكي بحكي لك اولي شي شو الفرق بنات بنات هما ذلك الاثنين الـ reaction is homogenes if it takes place in one phase alone يعني اذا بكون عندك one phase مثلا مثلا solid في عندك بس liquid بس gas مثلا هذا احنا بنحكي عنه homogenes يعني هذا عندنا one phase only اما اذا reaction is heterogeneous بدها تكون شو مالها it requires the presence of at least two phases to proceed at the rate that it does يعني لازم يكون في عندي at least two phases يعني اقل اشي عندي مثلا solid liquid liquid gas gas solid وهكذا يعني لازم يكون عندي نوعين من المتيريالز اللي تشوه اوكي هنا بتابل one point one رح نعمل classification of chemical reactions useful in reactor design يعني من الشغلات المهمة او اللي ممكن تفيدني انا بالرياكتور يعني لما ابدأ اعمال رياكتور شو الشغلات اللي بتهمني اول اشي لازم تكون عارف مثلا homogenes ولا heterogenes اش انت بدك تدخل على الرياكتور انه اشي homogenes ولا heterogenes و اشي اذا بحتاج لcatalyst ولا ما بحتاج لcatalyst هاي بكتوب لك non catalytic و catalytic شو اللي اصلا الكتاليست الكتاليست شباب هو عبارة عن اشي احنا بنحطه عبارة عن شغلة احنا يعني material احنا بنحطه داخل التفاعل عشان يسرعلي التفاعل او حتى انه يعدي من التفاعل مثلا انه يوقفي التفاعل حسب ايش الكتاليست اللي انت بتستخدمه تمام في تفاعلات بتحتاج catalyst في تفاعلات ما بتحتاج catalyst بالعادل من التفاعلات اللي بتحتاج catalyst هي اللي بتحتاج وقت كبير كبير عمين ما تصير يعني عبارة ما تتفاعل فاحنا منضيف لها catalyst عشان ايش انسرع عملية ال reaction اللي بتصير مثلا انا بحكي لك انه non catalytic reactions مثلا يقول ال homogenous مثلا هم most gas phase reactions تمام عندك most gas phase reactions و fast reactions such as burning of a flame هذول ما بحتاج يعني انت رم ما بدك تش اسمه تسوي نار مثلا انت ما بتحتاج لكتاليست لانه فعلينا عملية سريعة مثلا بحكي لك gas phases ما بتحتاج لكتاليست ما بتحتاج لكتاليست مثلا بحكي لك most liquid phase reactions ال reactions اللي بيكون فيها liquid phase تمام تحتاج لكتاليست هنا الانزيمات وال microbial reactions اللي بيكون فيها شو اسمه microbes اللي هم مثلا زي بكتيريا وأنزيمات وهكذا هاي الشغلة تحتاج لكتاليست هنا ammonia synthesis بتحتاج لكتاليست مثلا عندك burning of coal non catalytic ما بتحتاج لكتاليست roasting of ores مثلا ما يكون عندك مثلا حديد وذهب كيف اني افصلهم بين بعض ما بتحتاج مثلا لكتاليست attack of solids by acids ما بتحتاج لكتاليست وها كذا يعني تمام هذول امثلة يعني بس بشكل عمع الاشي اللي بيحتاج لكتاليست وما بيحتاج لكتاليست وأنه كيف مفصولة بتكون homogenes انه phase واحد ولا two phases تمام يعني مثلا لما يحكي لك gas liquid اكيد هاي شمالها heterogeneous لما يحكي لك gas phase reactions لأمي بس homogenes اوكي تمام هسا زي ما حكينا هانا الكتاليست هو بيحكي لك انه هي عبارة عن material احنا منضيفه للتفاعلات عشان يا انه يوقف يمنع التفاعل hindering or accelerating يعني يسرع عاملية الرياكشن تمام while being modified relatively slowly if at all يعني ممكن هذا الكتاليست انا ارجع استخدم له العلمة يعني عادي انا ممكن الكتاليست امسكه وارجع استخدمه بالتفاعل بس يستهلكوا وفي من هم يستهلكوا ايش يستهلكوا عنده شوية صغيرة الكتاليست عشان هكي الكتاليست انا بقدر استخدمه اكثر من مرة حسب التفاعل المدود عندي اوكي هانا بحكي لي ان homogenes systems the temperature, pressure and composition are obvious variables in heterogenes systems more than one phase is involved hence the problem becomes more complex هسا الhomogenes باعتمد لي على temperature و باعتمد لي على pressure and composition يعني كيف التركيب تاع السيستم اللي عندي او الاشي اللي موجودة عندي اوكي اما بالheterogenes انا ما بتوقف بس على temperature and composition بصير فعندك مشاكل ايش معقدة اكثر اللي هي مور complex اوكي مثلا انا بحكي لك the rate of mass transfer can become important يعني المعدل mass transfer اللي هو انتقال للمادة تمام المادة مثلا تحولت عندي من شكل لاخر كيف او مثلا كان عندي two phases انا بهمني rate of mass transfer وبهمني كمان the heat transfer يعني heat and mass transfer may play important roles in determining the rates of heterogeneous reactions يعني مثلا من اللي امتحنا ايجا لك مثلا ايش الvariables affecting the rate of reaction in homogenous systems بدك تحكيله temperature و pressure وال composition قال لك مثلا شو الvariables affecting the rate of reaction انه heterogeneous systems بدك تحكيله heat and mass transfer اوكي definition of reaction rate شو يعني reaction rate خليني يجيل definition of reaction rate شو باب reaction rate معناتها قديش سرعت قديش سرعت اختفاء مادة او ظهور مادة عندي بال reaction كيف يعني يا هسا مثلا انا وعطيتك محرك صاروخ اوكي هسا انا بحط مثلا محركات الصاروخ بالعادي كيف تشغل انه مثلا انا بحط هيدروجن بحط اوكسجن جوة شمبر تمام و بعطيهم مثلا بعطي نار مثلا تمام شعلة اللي بصير انه بصير في عندي بصير في عندي عملية تمام عملية احتراق واللي بطلع لي من اهاية عملية الاحتراق هو الماء مثلا بطلع عندي ماء اوكي طيب قديش سرعة ظهور الماء قديش سرعة استهلاك الاكسوجين ولا هيدروجن تمام افهمت كيف يعني فيه شغلتين انا بدخل هنا على الرياكشن اللي هم يستهلكن وفيه اشي انا بطلع عندي من الرياكشن اللي هو ماء اوكي قديش سرعة ظهور الماء قديش سرعة اختفاء الاكسوجين والهايدروجن يعني فيه اشي يستهلك هذا رح يكون ماينس بالماينس الاشي الي يستهلك دائما نكتب له ماينس ماينس رياكشن ماينس رياكشن ريت اوكي والاشي الي بظهر عندي رح اكتب له بلس رياكشن ريت اوكي هنا مثل في عندك شو ماء شو قانون الرأكشن ريت قانون الرأكشن ريت ممكن انت تكتب باكثر من طريقة مثل ان اول طريقة عندنا ش Finance 今日 مالّ المالات اللي طلعت عندي او استهليكت حسب يعني مالض فورمد او كنسود هوatto يقضر اكتب هادễه ولمالي يستهلكت او الي تكونت عندي تمام على الفوليوم تعليف الويد اللي انت عندك التوتال حسب قديش الحجم اللي عندك يعني مثلا انا قلت لك قبل شوي محرك صاروخ لنفترض انه كان التشيمبر اللي هو بصير فيه عملي التفاعل هذا كانت مثلا كان سيلندريكال يعني مثلا شكل زي هيك هذا كان سامحوني عرسمي انا مش واو بس مثلا نفترض انه كان جوا اشي سطواني زي هيك هذا كان التشيمبر فانا اذا اعطيتك مثلا اذا انا قلت لك انه في عندي هاجد وشنو في عندي اوكسجن انت بتعرف انه الغازات بتعبي الفوليوم اللي هي موجودة فيه فانا اذا كان معطيني الارتفاع وكان معطيني الدياميتر مثلا انا بقدر حسب له الحجم والحجم تاع السيلندر الحجم تاع السيلندر رح يساوي ايش حجم الفلويد فبالتالي انا عندي مثلا الفوليوم الفلويد اللي موجود معي تمام ؟ على ايش? على تايم طبع انت كيف الموجود سوف تفهم وممكن ان تفهم انه مولز على أسلا الكمية اللي تأوي كان عندي بالتايم. قداش الكمية اللي تتكون عندي بالتايم أو قداش الكمية اللي تتوهلكت خلال هذو الوقت. تمام؟ هيك احنا بنحسب الرياكشن. ام مثلا اذا كان عندك مثلا سيستم مثلا. Fluid solid. مثلا انت ممكن تحسب بدل الفوليوم تعله. كانت تحسب mass of solid. قداش ال solid. اذا كان عندك مثلا. fluid solid system حسب السيستم اللي انت موجود عندك. هنا مثلا كان عندي غاز غاز فانا استخدمت fluid. اوكي? Volume of fluid. مثلا اذا كان عندك اشي ممكن انا استخدم mass of solid قداش الماس تحت الصولد اللي كانت موجود عندي او اذا كان موجود عندك سيرفس كانت عملية بين غاز و صولد ممكن انا استخدم السيرفس قداش السيرفس الموجود عندي بدل ال volume انت اللي راح تلاحظه انه الاشي اللي بتغير دايما هو هذا الطرف يابيكون volume يابيكون mass يابيكون surface يابيكون عندك volume يابيكون volume of reactor حسب يعني مثلا هنا لما حكينا انه في عندي غاز جوا اذا بتلاحظ انه ال volume بيساوي volume of reactor volume of fluid بيساوي volume of reactor تمام فهنا اذا انت استخدمت reactor ماذا كان عندك volume of reactor هو نفسه volume of fluid حسب يعني انت ايش طبيعة السيستم اللي انت بتتعامل معه بس معظم الاسئلة اللي انحنا هاتسه راح نشوفه راح تكون تحكي مثلا volume of reactor تمام راح تكون تحكي ماذا احيان عن volume of reactor او مثلا volume of fluid اوكي هاذا اللي احنا راح نتعامل معه حاليا اوكي اوكي فهنا بيحكي لك انه اوكي 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 تمام 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 نحن احنا نحتاج انها تكون سريع تمام البردادة تمام Bernatine أو مثلا البولي إفيرين نوع من البلاستيك نريد التفاصيل الى مستهدف الى أسنة حيث في حلقة المياه المجاري هو تنقية المياه المجاري يمكن تقعدها اياه يعني هناك تقعدها يعني هناك بيحكي لك أنه في أسنة الأسنة و ثلاث الأسنة طبعا هذول مقارنات بين الريتة المجارية اللي ممكن يعني تصير عندي مثلا في عندك شغلات industrial water treatment plants مثلا ممكن rate of reaction رح يكون شماله كثير سريع في عندك human addressed عفون رح تكون كثير بطيئ human addressed مثلا رح تلاحظ انه بوقع يعني رح يوقع بين 10 قوسالب 3 و 10 قوسالب 2 هذا الميتابوليك ريت يعني قداش عملية استهلاك العمليات الحيوية يعني اللي بتكون جوا جسمك حتى بتلاحظ انه human addressed يعني لما يكون human addressed رح تلاقي انه حرق الجسم للغلوكوز مثلا او يعني الشغلات اللي انت بتوكلها رح يكون اقل من انك working hard يعني اذا انت بتشتغل بكمية اكبر يعني مثلا اذا بتروح تلعب رياضة رح تلاحظ انه reaction rate جوا جسمك رح يزيد يعني من هون لهون مع عملية الحرق شمالها رح تزيد مع تسرعة الحرق شمالها رح تزيد فبالتالي reaction rate شماله رح يكون اكبر فكل ما ترتفع انت مثلا هنا في عندك cold furnace في عندك jet engines اللي محركات الصواريخ عفوا jet engines اللي هون بتعون الطيران rocket engines هون بتعون شو الصواريخ biomolecular in which every collision counts يعني ذول شغلات يعني بتكون bi molecular الشغلات اللي بتكون دقيقة كثير يعني الشغلات اللي بتصير ما بتشوفها ممكن بعناك المجردة تمام فبس هنا يعني بوضح لك كيف انه انت ممكن بعني منطقة انت ممكن توقع حسب الرياكشن انت موجود عندك تمام تمام خلينا نشوف سؤال بحكي لك عن rocket engine تمام اللي هو المحرك الطيران بحكي لك عن rocket engine it produces 180 kg per second of exhaust gases if combustion is complete find the rate of reaction of hydrogen and oxygen طيب مجرد انه حكي لك find the rate of reaction of hydrogen and oxygen انت بتعرف انه اللي بتم استهلاكه هون اللي بتم استهلاكه هو الhydrogen والoxygen معتو ايش رح يطلع عندي؟ رح يطلع عندي minus reaction rate of oxygen رح يطلع عندي minus reaction rate of hydrogen رح يكونوا بالسالب ليش؟ لانه بتم استهلاكهم يعني انت هذول بتستهلكهم عشان يعطوك مي تمام هايو the combustion process produces 180 kg per second of exhaust gases اللي هم رح يكونوا يعني الشي اسمه؟ water يعني اللي انت فعليا رح تطلع عن الoxygen طبعا ان exhaust gases رح يكون اكثر من شغلة مثلا في عندك CO2 وهكذا بس انه المعادلة اللي هو معطيك ايها بالسؤال هو انه H2 تتفاعل مع نصقه بتعطيني H2 طيب ممتاز انا كيف يا اسمه بدي اطلع السؤال وكيف بدي احل السؤال اعطيني كيف انا بدي افكر كيف بدي امشي تمام؟ بما انه حكيناك rate of reaction انا بعرف قوانيني rate of reaction هسه قبل شوي اخذناه لهم كان المكتوبات هان طيب بما انه هو طالب منك rate of reaction حلو انا على السريع بروح بكتوب القانون ايشو طالب منك to find the rate of reaction of hydrogen انه اكسجين على السريع بروح بكتوب له انه بما انه الهيدروجين والأكسجين تم استهلاكهم بروح بكتوب سالب سالب لaction rate بساوي واحد على volume تمام؟ العدد المولات اللي تم استهلاكها على time ونفس الاشيه للأكسجين حلو؟ طيب ممتاز ايش انا بدي من هذا السؤال ايش اللي انا ناقصني؟ ممتاز هسه بدي ال volume ايش تتوقع ال volume يكون ال volume تاع ايش ال chamber الهي ال combustion chamber يعني هاذ هو ال combustion chamber احنا حطنا جواتها H2O وحطنا جواتها O2 حلو؟ ال di-meter معطيك هي 60 سنتيمتر ومعطيك الارتفاع شوانو بروح بحسب له؟ بما انه معطيني ايش سطواني بروح بحسب ال volume تاع ايش؟ تاع ال reactor يعني بتقدر تحكي عنه volume of reactor او volume of fluid يعني بما انه هذا معبه حطت جواته H2O2 يعني اللي هم غازاتي ايش اللي رح يصير اللي رح يصير انه volume of reactor او volume of chamber رح يساوي ايش؟ ال volume of fluids معطيك انا على السريع بروح بحكي له انه واحد على volume of fluid اللي هصغر هروح حسب انا قدرش ال volume ضرب المولات تعون H2O على dt تمام؟ على ال time وبرح بحسب برضو ريات اوف راكشن تعال اكسجن برضو ال volume اللي هو نفسه of reactor يعني او chamber V chamber تمام؟ المولات تعون اللي تم استهلاكها على الوقت تمام؟ طيب ممتاز طيب هس هو معطيك مبدئيا لازم يكون معطيك معادلة اوكي؟ لازم يكون معطيك معادلة موزونة بحيف انك انت تقدر تروح تطلع ايش المولات اللي انت بحاجئ لها هنا المعادلة راح تكون H2O زائد نص أوتو بتعطين H2O تمام لهون؟ ممتاز طيب انا كيف بدي اطلع المولات احنا اخذنا بالتوازنات كيف انك انت من معادلة موزونة تطلع النسب تمام؟ تعون المولات اللي تم استهلاكها واللي اللي تم تفاعلها اوكي؟ مبدئيا قبل ما نوصل للمعادلة خلينا نطلع الفوليوم الفوليوم تاع السلندر هذا اللي انا موجود عندي اولكم بساوي شا اسمه؟ هو الاريا تاع الدائرة لانه هذا عندك سلندر عندك سلندر تمام؟ عندك سلندر الاريا تاعت السلندر ضرب الارتفاع يعني الاريا تاعت هالدهاي الدائرة ضرب الارتفاع رح تعطيك قداش الفوليوم الكامل فانا بروح بكتب باي على اربعة ضرب 0.6 تربيع اللي هو الدياميتر تربيع ضرب باي على اربعة رح تعطيك إيش الاريا ضرب الارتفاع اللي هي الـH اوكي؟ رح تعطيك قداش الفوليوم تاع الشمبر انا مبدئيا معي إيش الـVolume تاع الشمبر اوكي؟ هايها اول ما طلعته من المعادلة انا سبدا روح اطلع قداش المولات اللي تم استهلاكه والمولات اللي تم ايه شو اسمه يعني اخراجه تمام ليه تعمل اتشته طيب ايش في معلومات ثانية ايش في معلومات ثانية في عندي بالسؤال طيب انا رح حط لكم بالاصفر ايش المعلومات اللي انا يعني استخدمتها استخدمت ال 75 و 60 سنتيمتر تمام عشان اطلع انا اياش ايش ظل عندي 180 كيلو جرامبار سيكون انا لسا ما استخدمتها هاي انا لازم استخدمها اليه المية ثانية او طيب الا ايش طيب ايش طيب هتا حط لك عشان اتشته او ما بعرف ليش بس اتوقع عشان يخفف يعني من من شو اسمه يعني او كان يقدر مجدر اصط ايش ثانية بس اختار مثلا انه يحط لك 180 اللي ايش طيب اللي او ميه ثانية او أعطاني الـ Advanced وفتش تو عندك الـ Advanced أنت تعرف كم سادى المولات مما أنت أعرف مولات هاي لا معك مولات هاي ولا معك مولات هاي وإلى المولات هاي كيف تبليج الوثيلي ؟ مستحل تستطيع تحتل إلا بمعلومة زيادة اذا أعلم مولات هاي سأعرف مولات هاي وعطيني ايش ؟ إذا أعطيني إشي واحد بس بقدر أطلع منه المورات هو تعطيك 180 كيلوغرام برسكند فكزوستكازيس ممتاز بروح بكتب له بما أنه أنا طلع معي 180 البرودكتس بروح بكتب له 180 حلو 180 على 18 تمام هيك إيش رح يعطيني رح يعطيني رح يعطيني طبعا هنا 18 بدأك تكتب 18 كيلوغرام برمول أوكي 18 كيلوغرام برمول لأن ليش؟ لأنه هي إن كيلوغرام هسا أنت إيش كيلوغرام برمول هي ماهي شيء الموليكيور ويت عندك ماس على موليكيور ويت ماس وهنا عندك موليكيور ويت ماس على موليكيور ويت رح يطلع لك إيش المولات تعون إيش الأضحى اللي اتشتوها والإكزوستكازيس اللي طلعت فرح يطلع عندنا إيش إنه 6 مول 6 مول أوكي عفوا 6 كيلو مول لماذا؟ لأنني بدأت حسبها بالكيلوغرام ولكن لو كان عندي كيلوغرام كنت أستطيع أن أحسب أعلى 18 كيلوغرام لكل مول ولكن بسبب أنها كيلوغرام سوف تحسب لي عساس أنه كيلوغرام لكل كيلوغرام لكن ربنا الله أنه الوحدة المولات ستختلف سوف تصفي عندك 6 كيلو مول 6 كيلو مول هذو لتعون إيش طيب ممتاز يعني أنا عندي إيش 6 مول من إجتو طيب نسبة وتناسب نسبة وتناسب 1 مول من إجتو أعطاني 1 مول من إجتو معلته 6 كيلو مول من إجتو أجدد تعطيني 6 كيلو مول من إجتو تمام؟ 6 كيلو مول من إجتو رح تعطيني 6 كيلو مول من إجتو وكم كيلو مول من أوتو بدها تكون ثلاث يعني أنت مثلا لو كان عندك 5 5 كيلو مول إجتو لازم يكون عندك 5 كيلو مول من إجتو ليش؟ لأنه نسبة 1 لواحد لو أنه كان عندك научока 10 كل شريح 100 الاول شرح 10 بلي mache 5 اذا كان لديك 6 لاحقا 6 انهم 3 sudlast 6 كم ل Councillors 6 كم وسействο 26 بلي Aa 할� stuk 36 حسنا نبدأ العودة لن اقدر 100 واحد على الفوليوم هو كتب القانون يعني كتب واحد على فوليوم ضرب المولات على الوقت واحد على فوليوم تمام اللي هو تعل الشيمبر اللي هسا قبل شوي حسبناه هايو 0.2121 ميتر كيوب ضرب هس ال H2 حكينا انه تطلع معنا 6 كيلو مولا لانه نسبة واحد لواحد مع ايش مع الاكسوس قاسس اما ال O2 النسبة كانت واحد لنص فبالتالي راح تكون ايش ثلاثة كيلو مول اوكي تساوي طبعا هنا بر سكند بر سكند لكل ثانية لكل ثانية تمام شو راح يطلع عنا؟ راح يطلع عنا انه الروكيت انجين تمام؟ راح يستهلك 2.829 ضربعة شرقوة اربعة من الهايدرجين و 1.415 ضربعة شرقوة اربعة من ايش من الاكسجين واذا انت بترجع على الرسم اللي قبل شوي شفناها راح تشوف انه الروكيت انجينز راح توقع بين راح توقع بين يعني بتدر تحكي مثلا من هون مثلا لهون اوكي؟ بالمنطقة هاي يعني من 10 قوة اربعة من 10 قوة ثلاثة لعشرة قوة اربعة لعشرة قوة خمسة حسب يعني بهذه المناطق فبالتالي بنا نشوف اذا جواب منطقي وفعلا بطلع معنا درب 10 قوة اربعة يعني انا بوقع بهذه المنطقة وجوابي منطقي يعني حسنا بحكي لك شخص وزنه 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 كل الأكل اللي بوقله غلوكوز سكر كل اللي بوقله قاعد سكريات حلو؟ بحكي لك افضر النوكولات وسكريات وحسب هاي المعادلة اللي أنا قاعد بطيكي إياها بورجي قداش ايش 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 غلوكوزي لجوا جسمك يعني مثلا ما تروح تلعب رياضة بزيد معدل نفسك وانت بتركض مثلا فبزيد عملية احتراق ايش السكريات الموجودة جوا جسم ايش ايش انت بتطلع حسنا ما تتنفس بتطلع سي اوتو بتطلع ماء ايش هسا بحكي لك انه دلتا اتش لانها بما انها اكسو ثيرميك يعني كتبها بالسالب اكسو ثيرميك بـ 2816 كيلو جوي ايش بحكي لك فايند منز ميتابوليك ريت ورجيني قداش ايش عمليات الحيوية قداش الريت على العمليات الحيوية ان تنمز اوف مولز اوف اكسجن يعني معناته ايش بده هو بده بده الماينس ار اوتو ليش؟ لانه الاوتو تم استهلاكها هو بحكي لك ان تنمز يعني زيك ناك تكتب يعني بده ياك انتك تحسبها بصيغة الاكسجن بما انه الاكسجن تم استهلاكه فروح بكتب لانه الريت اوف اكسجن بساوي ماينس ار اوتو تمام واللي هي تساوي شو ماينس واحد على في مولات اوكي ال اوتو على ايش على تايم او على دي تايم بمعناه يعني تختلف مع الوقت ممتاز طيب انا شو بدي زي كل سؤال انا لازم اعرف الفوليوم شو الفوليوم اللي بتم فيه العملية كاملة اللي هو جسم الانسان كيف تطلع كمي هو الفوليوم طيب هنا هون بيحكي لك انه الدنسيتي الدنسيتي تاعد جسم الانسان بتساوي الف لماذا الف؟ لانه بيقول لك انه انت معظم جسمك ووتر فبالتالي ايش اه بما انه معظم جسمك ووتر فانا بالتالي بقدر احسب يعني انه الدنسيتي تاعد جسمك تكون تقريبا الف اوكي يعني هو تقريبية يعني اكيد هي مش الف بس انه تقريبية الف اضع لك ايها بما انه معظم جسمك ووتر ومعطيك الماس فا ايش عندك ماس وعندك دنسيتي ما تطلع؟ تطلع الفوليوم بكل سهلة فبترح تكتب انه الفوليوم بساوي 75 كيلوغرام وهي الماس على دنسيتي تطلع ايش تطلع الفوليوم فهي الفوليوم موجود معي ممتاز هاي اول حد ايش بدي هسه بدي مولات الاوتو كيف بدي اعرف مولات الاوتو كيف بدي اعرف مولات الاوتو تعال انشوف ايش في معلومات ثاني معطينيها معطيني ستة لاف كيلو جول تمام هاي هي الانرجي اللي انا بستهلكها يوميا او الريت اوف انرجي يعني اللي انا بستهلكه ومعطيني ومعطيني اله اله الانثالبي اوف راكشن اللي بتساوي الفين ثمانمية وستاش حلو؟ طيب ممتاز كيف انت بدك تطلع مولات بما انه انت ما عندك ما عندك مثلا ما عندك زي قبل شوية مثلا ال HTO لما احنا طلعناها بكل سهولة كان معطيك قداش نسبة ال HTO اللي طلعت معي قسمتها على المولكول الرويد طلع معي المولات طلعت كل المولات اللي انا بدي ايهان بس انا هو مش معطيك ولا اشي بخصوص المعادلة معطيك الاشي الوحيد المعطيك ياله ال Delta H reaction الاشي الوحيد لانا بستفيد منه ال Delta H reaction اللي هو قد تالي تمام؟ هسا احنا اخذنا بالتوازنات Bk1 جلوكوز تمام؟ هي ال Delta H reaction ل 1 مول ال Glucose بحلو؟ طيب لواحد مول او او 2 قداش تتوقع تكون Delta H reaction بدا تقسمها على 6 لانا بزا 1 مول ال Glucose بده تعطيني 1816 لواحد مول او 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 قداش بتعطيني؟ بده اقسمها على 6 اذا قسمت على 6 قداش رح تعطيني؟ تمام؟ هيني انا بدا احاسبلكم اياحنا حسبتها وطلعت أربعة أربعمية أربعمية وتسعة وستين أربعمية أربعمية وتسعة وستين فاصلة ثلاث تمام كيلوجول لكل مول شو أوتو لو أنت بدك تحسبها على السي أو تو كنت تكدر تحسبها على سي أو تو نفس المبدأ رح تطلع أربعمية وتسعة وستين هيا كتبت سا كويس أربعمية وتسعة وستين لكل مول سي أو تو وقداش للأتش تو برضو رح تطلع أربعمية وتسعة وستين فاصلة ثلاث كيلوجول لكل مول أتش تو بس أنا إيش بدي أنا بدي بس للأتش تو ليش لأنه أصلا السؤال طالب منك أنك تحسب المتابولي كريت معاك أنت والان اقطع من الفلن انا اطلعت الراكشن لما انك عندك وعندك هذه المعلومة حلو عندك 6000 كيلو جول حلو في اليوم وعندك ايها وعندك 469 كيلو جول كيف انا بدي اطلع قديش مولات ال او 2 معناته بما انو هذول المولات ال او 2 بتم استهلاكي بقدر 469.3 كيلو جول و انا في عندي بسهلك 6000 كيلو جول يوميا انت بكل بساطة بكل بساطة بتقدر تروح تحكي عشان اخلي هاي المول او 2 يعني هيك انا انا ان اللي بدي اياها حاليا حاول افهم علي انا اللي بدي اياها حاليا انو يطلع عندي مولز مولز او 2 بر داي. انا هاي اللي بدي اياه. هاضل انا بدور عليه. طب هسا عشان يطلع عندك المولز أوتو بر داي. شو لازم تساوي؟ طيب بروح بدور وين في مكتوب مول أوتو بروح بدور وين مكتوب في داي. هاي الدي. تمام? وهي ايش? المولز أوف أوتو. طيب عشان اخلي المولز أوتو على داي. ايش لازم اسوي؟ لازم لازم اقسم التوتال كونسيومد يعني قداش كمية الاكل كاملة. على دلتا اتش ري اكشن. تمام؟ تاعت الاوتو. حلو؟ هذا مش قانون. هذا يعني انت بتقدر تستنتجه من اليونت. اوكي؟ بتقدر تستنتجه من اليونت. اللي هو قداش الكمية الكلية للفود اللي انت استهلكته على. على. تمام؟ قداش كمية الاوتو اللي تم الاتش ري اكشن تاعت الاوتو اللي تم استهلكه. عشان او ارجيك كيف. اذا انتو بتذكروا. اذا انتو بتذكروا. كيف كنا نحسب المولات. المولات أو الماس. لما يكون معطيني مثلا. عن وليوم و سبيسيفيك وليوم. يعني مثلا انا اعطيتك وليوم. وهي بدي اكتب وليوم كيف هيك. اوكي؟ هاي سبيسيفيك وليوم. او كي ااو بدي اكتب هيك. في هيك. هاي الفيسيفيك. حسنا؟ حسنا إذا هاي الـ specific volume واهي الـ volume تذكروا كيف كنا نطلع الماس اذا هاي مثلا عندك meter cube هاي meter cube بر كيلو جرام وهاي كانت عندك إيش؟ meter cube كيف كنت تطلع الماس؟ كنت تطلع الماس انك إيش تساوي تقسم الماسا على إيش؟ specific volume إيش كني يطلع عندك؟ كنت طلع عندك الماسا كيف عرفت أنا بطلع عندي الماسا؟ لأنه هاي رح تكون meter cube على ميتر كيوب بر أو على كيلوغرام فالكيلوغرام شو بتصير بتطلع على فوق على البسط وبتمحي الميتر كيوب مع ميتر كيوب بطلع معي كيلوغرام يعني أنا عرفتها مليونتز يعني بدون ما أحفظ القانون حتى فبالتالي نفس المبدأ هون أنا بدي أنا بدي عندي دلتا اتش رياكشن وموجود عندي ايش؟ التوتال انرجي الانرجي هاي بر داي تمام يعني هاي ريت اوف انرجي إذا انت رحت قسمتها اللي هي 6000 اللي 6000 كيلو جول بر داي رحت قسمتها على 400 69.3 كيلو جول لكل شو مول أوتو مبعت ذرا عن خطي بس لأنه بكتب بالمص وصعب كبير طيب كيلو جول مع كيلو جول راح تروح الداي رح تنزل للمقام والمول أوتو رح يطلع من على البسط وهيك أنا بيكون معي ايش؟ بيكون معي المول أوتو بر داي هاي ها نفس الاشي يعني هاي ستة كانت مقسمها هاي ستة 2816 على ستة اللي هو رح يعطيك ايش لكل مول أوتو قديش لدلتا اتش رياكشن اوكي؟ هو كتبها يعني بشكل بس مختلف يعني بس انه بدل ما يقسم دايريكت هو رح كتب المعادلة يعني 2816 على ستة وود الستة على البسط بس والله هي نفس الاشيان ستة لافع على أربعمية ثلاثة وتسعين تلع ما عدتناش فاصل ثمانية مول أوتو بر داي فشو صف عندي؟ المعادلة ايش؟ جاهزة هاي الفوليوم تعجز من الانسان هاي المولات تعون الأوتو اللي أنا بدي ايها بر داي راح حول الداي لسكند راح ضرب 3600 طلعت معك قديش ايش؟ المتابوليك ريت تعجز من الانسان ايه تعجز من الانسان وإذا انت ترجع على الرسمة اذا انت ترجع على الرسمة ستشوفنا المتابوليك ريت وان بوقع بين العشرة قوية ثلاثة والعشرة قوية ثلاثة واللي هو ايش؟ اللي هي نفسها اللي هي ايه اثنين ضرب عشرة قوية ثلاثة ايش؟ ثلاثة يعني بها ذاك الرنج فجوابنا جدا منطقي تمام؟ طبعا بظل في هاي الأسئلة طبعا هاي الأسئلة نوعا ما صعبة يعني أشك إنها تجي بالامتحان أنا سألت الدكتور عنها قال لي أنه يعني ما رح أجب لكم لأنه فيش وقت أصلا أنك تحلها لأنه سراعة بتأخذ وقت كفير هكذا ما نكون خلصنا الشابتر واحد إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا إذا في حد عنده أي سؤال عادي يجيس أني إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا إن شاء الله المرة جاي منبلش بالشابتر 2 إن شاء الله نلحق قبل الامتحان المت يعطيكم ألف عافية